بعد سنوات من العمل الجاد والمتواصل في مجال تحلية مياه الشرب في غزة تمكن مهندس فلسطيني من تحقيق إنجاز ملموس بإيجاد حل ذكي لأزمة المياه في القطاع تعين سكان غزة على تجاوز صعوبات يومية تواجههم في مشكلة المياه المالحة وأزمة الكهرباء في ظل النقص الكبير في المياه الصالحة للشرب في غزة والملوحة الشديدة في الآبار تمكن هذا المهندس من تنفيذ مشروع محطة تحلية للمياه موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وذلك لمحاربة الفقر المائي وتحسين كفاءة تحلية المياه بعيدا عن الطرق التقليدية التي تعتمدها محطات تحلية المياه المحطة التحلية تعتنا هذه عملناها موفرة للطاقة فيها من ضمن المميزات تعتها إن هذه المحطة تشتغل على أي مصدر مياه ما تحتاج إلى بئر مياه وبالنسبة للكهرباء هي تسحب في الساعة تقريبا 350 وط والقدرة الإنتاجية تعتها تقريبا من 7000 إلى 10000 لتر في اليوم تتميز هذه المحطة لتحلية المياه بكفاءة استهلاك الطاقة وحسن توافقها مع البيئة وأنها تعمل على أي مصدر مياه سواء من البلديات أو الآبار كما أنها موفرة للطاقة وتحتاج إلى كمية ضئيلة من الكهرباء إجتنا الفكرة أنه نعمل محطة تحلية في ظل الوضع اللي احنا فيه في قطاع غزة أنه لا مش بتوفر عندنا كهرباء بانتظام بشكل طبيعي والمية عندنا ملوسة جدا وغير صراحة للشرب فإجتنا الفكرة نعمل محطة تحلية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه ويرى خبراء أن هذه الآلة يمكن أن تكون مفيدة للفلسطينيين الذين يعانون الأمرين من ملوحة المياه الشديدة والمتزايدة والتي تهدد حياة الغزيين منذ سنوات وزادت في الأوينة الأخيرة هذه الفكرة مفيدة لسكان قطاع غزة في ظل أزمة المياه وأزمة الطاقة الموجودة لدينا في قطاع غزة حيث أن القطاع يعاني بشكل كبير من مشاكل المياه ومشاكل الطاقة من قطاع الكهرباء المتكرر لذلك فإن هذه المحطة تعمل على توفير المياه من خلال طاقة بسيطة في مواجهة معاناتهم المعيشية والاقتصادية والإنسانية الصعبة ابتكر سكان غزة العديد من الحلول لحل مشاكلهم وأزماتهم المتراكمة التي تبدو مستعصية على الحل لقنوات أبو ضبي وليد عبد الرحمن غزة